واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وبحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية تتواصل جهود وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التموينية بخاصة حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن من ضبط 73 طن مواد غذائية متنوعة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء كما تمكنت من ضبط 89 طن مواد غذائية متنوعة قام المسؤولون عن سلاسة مخازن لتجارة السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء ونجحت في ضبط 53 طن ونصف طن أرز أبيض وضقيق أبيض وملح طعام تم تجمعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء بحوزة قائد سيارة ومالك مضرب أرز بدون ترخيص بكفر الشيخ ومالك مضرب أرز بالإسماعيلية وكذل مسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية وتمكنت من ضبط 67 طن دقيق أبيض قام مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ومع استمرار الحملات الأمنية للتصادي لقضايا حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 55 طن سكر تمويني محظور تداوله خارج منظومة الدعم بحوزة مالك شركة لتجارة السلع الغذائية ومالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية تمهيداً لإعادة بيعها على أنها سكر حر واستولي بذلك على الدعم المخصص لها وضبط قرابة 35 طن دقيق بلدي مدعم قام المسؤول عن مخبز بلدي وقائد سيارة بالقليوبية بالاستلاء عليها ببيعها بالسوق السوداء واستولي بذلك على الدعم المخصص لها ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 56 طن ونصف طن مواد بناء تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بشمال سيناء والجيزة وتمكنت من ضبط 58 طن أسميدة زراعية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالمنوفية وسوهاج وضبط 33 طن أعلاف حيوانية تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بالمنوفية والشرقية وسوهاج وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 7 أطنان مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع ومالك معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بالغربية ونجحت في ضبط أكثر من 15 طن لحم ودواج ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة والجيزة والمنوفية وضبط أكثر من 12 طن ونصف أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بتلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالغربية والقليوبية اشتركوا في القناة